بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم معاكم مستر احمد الباشر وان شاء الله نبدأ مع بعض بس مباشر للصف الخامس الابتدائي ساينز ان شاء الله يكون اللايف ده مفيد وتستفيدوا منه ده اللايف التاني في الليلة الامتحان يعني كان مبارح فيه واحد تاني اه اتمنى ان انتم تركزوا كده وتشوفوا المراجعة دي باهتمام لانها فيها اسألة مهمة امبارح عملنا لايف تاني يعني امبارح كان فيه لايف للصاينز غير ده فمهم جدا ان انتم تشوفوا اللايف اللي احنا فيه النهاردة وتشوفوا الايه بتاع الامبارح برضو هتلاقوا على القناة تقدروا ان انتم ايه يعني تستفيدوا منه لانه هو مهم جدا ماشي فيا رب ان شاء الله يكون مفيد النهاردة هناخد ايه النهاردة هناخد مجموعة من الاسئلة المهمة اللي ان شاء الله تفيدكم فيه زمائلكم امتحنوا فانا النهاردة هبتدي احل اسئلة امتحانات مهمة فعاوزكم تركزوا كده وحاولوا انتم تساعدوني علشان النهاردة انا مش قادرة اتكلم بصوت عادي لان انا مجهد شوية بسبب اللايفات اللي انا بعملها دي بتاخد منطقة جامد فحاولوا تساعدوني تعالوا ناخد كده اول نوعية من الاسئلة وهو امتحان لزمائلكم جم جي النهاردة زمائلكم امتحانوا النهاردة وانا بحب دايما اوريكم اسئلة امتحانات يعني انا الحمد لله الاسئلة اللي انا بقولها لكم دي اسئلة مهمة وجدت في امتحانات قبل كده فركزوا وساعدوني في ان انتم ايه في ان انتم تجاوز ماشي؟ تعالوا نشوف اول سؤال تشوز وهو تشوز الكريكت عنسور يعني اختار الاجابة الصحيحة, وهنا في اسئلة الاختيار ايه اختار الاجابة الصحيحة لازم تكون مركز وتحاول ان انت في اسئلة الاختيارات دي لازم ان انت تحاول تقرأ السؤال ايه? تقرأ فوتشين فوتشين يعني سلسلة غذائية أي سلسلة غذائية بتبدأ start with plant بتبدأ بالنباتات ليه يا مستر أنا الوقتي مثلا لو روحت الغابة وبصيت الكائنات دي بتعيش إزاي هلاقي إن في البداية خالص لازم يكون فيه نباتات علشان الـ plants دي ييجي حاجة اسمها primary consumer يأكلها وبعدين ييجي secondary consumer يأكله primary وهكذا بس أول خطوة خالص هي مين أول خطوة خالص هي فكرة وجود الـ plants يبقى number one هنجاوب ونقول إيه أول حاجة هنقول plants amount of energy that transfer between living organism in food web is إيه amount of energy transfer كمية الطاقة اللي بتنتقل تفتكروا إجابة السؤال دي يكون إيه؟ عاوز أشوف أنتو عارفين ولا إيه كمية الطاقة اللي بتنتقل بين الكائنات في الفود ويب طيب خليني خليني أجيب لكم الحتة دي لأنها نقطة خطيرة جدا أنا بس أعود أشوف إيجاباتكم إيه عنها في ناس كاتبة 10% وفي ناس كاتبة آه في ناس كاتبة 10% كتير وشاطرين بس في ناس مش فاهمة النقطة دي في ناس بتقول 100% وفي ناس بتقول 10% وفي ناس مش فاهمة فعشان كده أنا حبيتها اشرح ده النهاردة بصوا يا شباب إحنا عارفين إن الكائنات بتتغزى على بعض طب هل كل الأرانب اللي في الكوم بتتاكل ولا فيه أرانب بتموت فيه أرانب بتموت وبالتالي محدش كلها الإنرجي هنا ما انتقلتش مثلا صح؟ فمش كل الكائنات مش كل المية في المية من اللي فينج أورجانيزم الإنرجي بتاعتهم ترانسفير هي 10% only 10% بس من الإنرجي بتنتقل ما بين اللي فينج أورجانيزم وتسعين في المية 90% ليفت توديكمبوزر معلومة غريبة يمكن أنت أول مرة تاخد بالك منها يمكن أنت أول مرة تاخد بالك منها بس هي نقطة مهمة أنا الوقت يا ميستر في غابة ركز معي في النقطة دي أنا الوقت في غابة والغابة دي مليانة حيوانات هل كل الحيوانات اللي في الغابة 100% بيتكل لا طبعا في حبة بيتكلوا وحبة لا طب قد إيه بيتكل وقد إيه لا قال لي اللي بيتكل الإنرجي يعني اللي بتنتقل دي هي 2% بس والباقي ما بيتكلش اللي هو 90% في الماء بيروح من لي مين بقى بيروح ليه الديكمبوزر الباقي ده بيروح ليه الباقي ده بيروح ليه الديكمبوزر أه أول مرة فعن تاخدوا بقى لكم معلومة دي وعشان كده اللي هيفات بقول لكم حتى ليلة الامتحان دي بتبقى مهمة جدا ماشي شباب خليني أقول لكم بس ملاحظة عشان أنا عملت بلوك مبارح للناس كتير جدا والناس زعلت بصوا شباب التعليقات اللي هي من النوعية دي عشان يعني خلاص أنا حبيت إن أنا يعني طيب اللي هي التعليقات اللي من النوعية دي اللي هي بتبقى للإزعاج بس أنا هعمل لها بلوك خلاص طيب إمتى مش هعمل بلوك لو إنت بتجاوب أنا شوف إحنا في ليلة الامتحان واخديني الموضوع جد وفي ناس بتهزر خلاص فاتفقنا إنت أي تعليق هتعمله برا برا المذاكرة أي تعليق برا الإجابات هتاخد بلوك عشان ما حدش يبعط لي بقى يقول لي فوق البلوك مش هعمل بفوق البلوك خلاص ماشي فكنا كتبت قايت عليه برا المذاكرة فأنت عاوز بلوك خلاص يلا بينا ركز بقى يبقى هنختار هنا إيه هنختار هنا 10% وهي معلومة جديدة يمكن أول مرة تاخدوا بالكم منها ماشي يعني دي يمكن أول مرة تاخدوا بالكم منها يبقى أنا لو قال لي 10% لو 90% ده بتاعة الكمبوزر طيب مين في دول مش ليكويد ستون صح الناس كانت بقى على الوقت سابة هون ممتاز بص بقى يعني ايه بارتكلز سلور وايه بارتكلز وكلام من ده هفهمك أنا هو كل ما الحاجة تكون سولد تبقى الحركة جواها قليلة يعني انت لو مثلا حتة تلج مثلا أو حتة حديد دي سولد البارتكلز جواه مش بتتحرك طيب في الليكويد اكتر شوية البارتكلز بتتحرك طيب في الجاز بتتحرك براحتة خالص فالموفمنت اف بارتكلز ان ووتر ووتر اقل من مين اقل من الاير لان الاير الموفمنت فيه الحركة فيه سريعة جدا الاير الحركة فيه بتكون سريعة جدا فالليكويد اقل من الاير اقل من الاير وده واضح انه هو سؤال مهم جدا ركيزوا عشاني النهاردة يعني كنت هلغي اللايف بس عملته علشان معايا اسئلة مهمة جدا طيب ايه تانية يا مستر اسئلة تانية خلينا انديك اسئلة تانية وهي فكرة ان يعلمك في الامتحان تعمل فودشين يعني ايه برضو يا مستر بس كل الاسئلة اللي انا بقولها النهاردة يا جماعة هي اسئلة جات في امتحانات already هي جات already في امتحانات فده امتحاني يعني ده امتحان زمالكم امتحانو ركز بقى جايب لي from food chain on land environment او form فورم يعني كون اعمل اعمل فودشين او اعمل لي فودشين on land the environment from the following living organism مديني دير غزالة جراسس العجب و line نلتبهم ازاي نلتبهم ازاي بحيث ان تكون chain يعني مين كال مين مين كال مين بنبدأ دايما يا جماعة بالبروديوسر بنبدأ دايما بالعجب او باللانت او بالنباتات فهنكتب جراسس عشان دي اول حاجة بتتزرع مين يأكل الجراسس الدير الغزالة و مين يأكل الغزالة اللاين يبقى ديك انا اسمها ايه اسمها food chain سلسلة غزائية سلسلة ايه سلسلة غزائية ماشي ناخد اسئلة true or false والناس تركز معايا لان الاسئلة اللي احنا النهاردة بنعرضها هي اسئلة مهمة جدا وهتجيلكوا شبهها في الامتحان ركز بقى بيقول لي هنا ايه بيقول لي ان اول سؤال balance skill او balance can be used to measure length of your friend هل الميزان balance او الميزان ممكن ان انت تستخدمه طيب يعني سمر انا ممكن يا جماعة محدش يكرر تعليق بجد انا ليه طيب يعني الموضوع مزعج جدا ليه بنكرر التعليق كتير على التليجرام انا ما بحبش هدل حد والله يعني الموضوع يباني سهل يعني يباني ان انا بكبر بس يعني يا جماعة انا مش عاوز الغي التليجرام الناس بتكرر تعليقاتها كتير جدا جاوب اجابتك مرة واحدة بس معلش ساعدوني عشان انا بحاول ان انا ايه يعني اساعدكم وفي نفس الوقت عاوز اشوف اجابتكم فاول سؤال مثلا لما تكتبلي اكتبلي number one true or false او كده اكتبلي رقم الاجابة فاول واحدة false السؤال بيقول الbalance ده ماشي الbalance ده بيستخدم لي ايه الbalance ده بيستخدم ليه الماس او الويت يعني الوزن بتاع الشخص مش بيستخدم ليه اللمف مش بيستخدم ليه الطول بيستخدم لي ايه ليه يبقى اللي جابة هنا false اللي جابة هنا هتكون ايه هتكون false هقفل بس جروب التليجرام بلوقتي مققتا وبعدين نفتح جروب التليجرام في الاخر ركزوا بقى هقفل جروب تليجرام عشان نركز ماشي طيب تاني سؤال بيقولي light and sound is form of matter هل light والsound هم form of matter مصدر او نوع من انواع المواد اللي في حياتنا طبعا لا دول يعتبر energy light والsound يعتبروا energy ما يعتبروش matter human can't eat plant and animals انت تقدر تاكل نباتات وحيوانات طبعا ونحن ناكل فراخ الفراخ دي animal وبناكل plant وبناكل طفاحة فده plant فهم فممكن ناكل plant وناكل animal صح يبقى الإجابة هنا true ليه لأن الانسان ده consumer لأن الانسان يعتبر ايه الانسان يعتبر من ال consumers هل الهوى بيدخل النباتات عن طريق ال roots الجزور لا طبعا بيدخل عن طريق ورقة الشجرة ال air بيدخل عن طريق الاستوماتة فالإجابة هنا تبقى false يبقى هو بيدخل ايه عن طريق ال plant leaves ال plant leaves دي اللي هي أوراق الايه أوراق الشجرة ناخد سؤال تاني والأسئلة دي كلها أسئلة مهمة سؤال give reason بيقول لي ايه بيقول لي give reason root here is important هل ال root here هي مهمة طبعا ال root here دي اللي هي ايه ال root here دي اللي هي بتبقى الجزور أو الشعيرات اللي في الجزور دي مهمتها ايه خليني برضو أفكركم ان ال root here دي بتساعد على امتصاص المياه بتساعد على انها تمتص المية من الجزور سوري من السويل وكمان كل ما يبقى فيه شعيرات أكتر كل ما تمتص مية أكتر فتعالوا فكركم بحطة ال root here دي ونرجع نكمل الامتحان اللي معنا بص كده دي ال roots هاي وبيقول لي ايه وبيقول لي ان roots لها فايدتين ال root نفسه الجزر نفسه ليه ان هو بيفيكس بلانت ان سويل عشان ده ممكن يجال في الامتحان يقول لي write function of root نكتب له fix plant ان سويل and absorb water طيب في بقى حاجة اسمها root here ال root here دي اللي هي الشعيرات اللي بتبقى في الجزر نفسه في الجزور that increase amount of absorbed دوتر يبقى انا لما اجابه على السؤال ده هكتب له ايه هكتب له increase the amount of absorbed aهمية ال root here هقول له because it increase increase يعني يزيد amount amount of absorb of absorbed من قلت تكتب له ماشي absorb water كمية المية اللي احنا ايه او اللي النبات امتصها بتزود كمية المية اللي ال plant ايه امتصها ماشي ممتاز لو مستفيد من اللايف ياريت تعمل لايك عشان تسابورت اللايف وكمان ما تنساش تبعط اللايف ده لزميلك الناس موجودين كتير اقوى على اليوتيوب مش عاملين لايك فقال مش هفز زعلانين بيني بسلا بحاول الناس عيدكم فيه matching اول matching بيقولني ايه او اول سؤال بيقوللي photosynthesis process هقول تاني يا جماعة اللي احنا منحلو ده امتحانات جات لزميلكم النهاردة فهي اسئلة مهمة جدا ماشي ولو انت مستفيد فعلا ياريت تعرفني ان انت بلايك او كده ولو مش مشترك على القناة اشترك اول سؤال بيقوللي photosynthesis ايه اللي هي بناء الضوئي الطريقة اللي البيلانت بيعيش بها او الشكل اللي بيعيش بالبيلانت وهي عن طريق انه هو بيمتص ساني اكسيد كربون او بياخد كربون داكسايد وبيبتدي انه هو يطلع ايه يطلع اوكسوجين ماشي فهو بياخد الكربون داكسايد فين بقى الاختيار الصح ماشي ممكن دي تبقى صح فعلا نمبر وان هتاخد بي يعني فعلا نمبر وان هتاخد ايه هتاخد بي ركز ولو انت بتجاوب معي شوف كده انت بتجاوب صح ولا غلط يعني انا بجاوب وانت برضو حاول تجاوب معي او انت حاول تجاوب معي دي ايه هي عملية ان الانيرجي ترجع تاني للسويل ان يرجع تاني للارض مثلا حاجة ماتت فترجع الغذاء بتاعها للارض عشان يرجع يتزرع تاني فهي بروسس فنختار ايه هي العملية اللي من خلالها بترجع تاني النيوترين اللي هي الغذاء للايه الايكوسيستم كاربون داكسايد دا يعتبر جاز ماتر هنختار جاز ماتر لا دي جلاس ممكن نختار سوليد يبقى الاجابة فاعتقد ان الماتشنج دا سهل وهو اصلا الامتحان هيجيلكو بالشكل دا طب سؤال بقى تاني وات هابن وسؤال وات هابن هو عاوزك او عاوزك ان انت تبقي زكية حاول ان انت تجاوب بطريقة تفهم الاول ايه الحاجة اللي هو بيسألك عليها وبعدين تجاوب هو بيقول لي ايه وات هابن ايه اللي هيحصل لما البلانت don't contain chlorophyll طب هو ايه اصلا الكلورفل دا الكلورفل دا كان حاجة موجودة في البلانت وبتساعد البلانت على كذا حاجة طبعا موجودة فين موجودة في الليف موجودة في الاوراق فتعال فكرك كده هو ايه الكلورفل دا او ايه الليف اصلا من اولها اصلا بص الجزئية دي بيقول لي هنا ايه ان leaves of plant ان الاوراق النباتات الليفز دي الأوراق هي تعتبر المطبخ بتاعي المطبخ بتاع النبات اللي البيلانت بيصنع فيه أكله اللي البيلانت بيصنع فيه الغذاء بتاعه طيب وبيشرح لي أكتر بيقول لي ان الليفز نيد ووتر عند كربون ديكسايد عند سنلايت محتاجين مياه وكربون ديكسايد وسنلايت التالت حاجات اللي انت محتاجين قال لي بقى ان الليفز ورقة الشجرة دي بيكون فيها حاجة اسمها كلورفل دي مادة كده يبقى لو جالة في الامتحان قال لي مين اللي بيخلي البيلانت لونه أخضر تقوله مين تقوله كلورفل طب وبتعمل ليه كلورفل بس اللونه أخضر بس قال لي لا بتنطس الانرجي من اللي من السنلايت بتاخد الطاقة بتاعة الشمس بيخيص ان النباتة يبقى يتغز فهو كلورفل جيت انرجي فروم سن يبقى انا لو جالي بقى في السؤال قال لي بلانت ليف دونت كونتين كلورفل هقوله ممكن اقوله ايه بلانت كانت جيت انرجي فروم سن بس كده او بلانت كانت كابتش السنلايت ممكن تقوله ان البلانت مش هيقدر يحصل على الانرجي من الايه من السن اا ماشي هنكمل امتحانات بس اا بدور لكم على امتحان تاني يا ريت اللي مش مشترك على القناة يعمل سبسكرايب لان انا ملاحظ ان فعلا حرفيا نص الناس اللي بيتفرج على لايف مش عاملة سبسكرايب ودي حاجة غريبة جدا و هنا امتحان ثاني لان دور على امتحان تاني امتحان تاني يكون حلو كده و في المناسبة احنا عندنا لايست ايموتنا ايروان�� 700 lagi دولة اغلبا نغيب انا ا наблюд packing ونبحثت لكم الموعيد على Antiجرام وعلى الواتساب اه اجيب لهكم امتحان حاضر 숨 انوز اغلب سامن كماعي امتحان تاني примерно اغلب في hedgehog ليش ديني فرصة ان انا نجيب اهو هو مش واضح شوية بس على قد ما نقدر بقى نحاول نركز يعني ليش ديني فرصة يا شباب بس هدية واحدة اهو ماشي حاولوا بس تركزوا في الامتحان ده بالزيت لانه هو امتحان مهم ومبارح ينتعامل لايف تاني اللي بغضو للساينس على فكرة ارجعوا شوفوه يعني فيه مبارح على قناة لايف انا عامله ارجعوا شوفوه يلا ننحل الامتحان ده مع بعض ده امتحان تاني خالص وامتحان خطير ومهم جدا بص بيقول لي هنا ايه green plants can grow well in dark ده صح ولا غلط بص انت ممكن من الوهنة الاولى كانت تقول ايه صح عشان هو البلانت ممكن يكبر في ال dark عادي ماشي بس هو هنا بيقول لي well وين يعني بشكل جيد هاي البلانت ممكن يكبر green plant can grow يقدر يكبر وينمو بشكل طبيعي في ال dark room طبعا لا لانه هو محتاج sun light هو محتاج sun light دي من ال basic needs ولو مفيش sun light لو مفيش ضوء مش هيكبر الفكرة هنا والا كلمة ولي بشكل جيد لا طبعا هو مش هيكبر بشكل جيد لو مفيش ضوء سالة القطع سلسلة الغذاء لاتبدأ بكن دايما بديكمبوزر يعني هل بتبدأ بديكمبوزر اصلا اوasaki طبعاً صديق من الوهنة لاتبدأ ببروديوسر مش بديكمبوزر دي بتنتهي بديكمبوزر يعني النهاية خالص هي ديكمبوزر Liquid particles move faster than solid هل الليكود بيتحرك أسرع من ال solid أيوه صاح وخد بالك أن الامتحانات كلها شوه بعض يعني نقطة الفاستر دي أنت لازم تركز عليها مين أسرع من مين لأن دي هجيلك في الامتحان حتى لو ما جاتش أنت لازم تكون جاهز للموضوع ده إزاي يا مستر بص تعالنا نراجع تاني ثلاثة أنواع من ال particles النوع الأول اسمه solid لكن سريعا كده ال solid ده إقصته ال solid ده شكل ال particles بتاعته بتكون vibrate مش بتتحرك أصلا يعني بتكون vibrate in its place يعني بتتحرك أو بتهتزف مكانها مين فاستر شوية يعني مين أسرع شوية ال liquid ال liquid أسرع شوية يعني ال liquid أسرع شوية من solid السلد بيكون بطيق يبقى solid can't move ال liquid more fast طب مين الفاستر فاستر بقى اللي هو أسرع واحد very quickly يعني الجاز particles of gas هي اللي بتكون very fast هي أسرع أصلا واحدة فالنقطة دي مهمة جدا ومن الواضح إن أنا لما شفت الامتحانات النهاردة لأ بتيجي كتير في الامتحانات يبقى أنا لو سألتك liquid faster than solid طب slower than مين liquid faster than solid وال liquid slower than أبطأ من الجاز لأن الجاز ده سريع جدا أسرع واحد الجاز أبطأ منه شوية liquid أبطأ منه خالص السلد نرجع بقى تاني لمين نرجع بقى تاني السؤال liquid faster than solid آه ال liquid faster than solid ال liquid بيكون أسرع من السلد ice is considered from solid state of matter آه الآيس يعتبر من solid state الثلج يعتبر حاجة صلبة كان عندنا حاجة اسمها زايلم السؤال هنا بيشرح لي عن الزايلم والزايلم ده يا شباب هو حاجة جوه البلانت وبتنقل بتنقل حاجة اسمها نيوترانس فتعالا نفتكر كده حاجة في البيلانت structure في تركيب البيلانت من جوه الشجرة من جوه دي شكلها ايه هل الشجرة من جوه دي مقفولة كده ولا في حاجة من جوه قال للشجرة من جوه في حاجة اسمها زايلم والزايلم ده عبارة عن أنابيب بايبس كده أنبوبة تيوبس يعني التيوبس دي بتاخد المية من تحت تبعتها الفوق في الشجرة علشان الشجرة تتغزى يعني الشجرة اللي هي تزوره لها كده الجسم بقى ده جوه أنابيب بتبعت ايه يعني هدف الزايلم ده ايه هنفو أنه هو transfer water and neutrons ودول كلمتين لازم تكون عارفهم water يعني المياه neutrons يعني الغذاء يبقى أنا هكتب له ايه water وهكتب له ايه neutrons ممكن نكتب الكلام بالروحة كده يبقى أنا لو جالي في الامتحان سؤال قال لي زايلم vessel important ليه هقوله بكوز it transfer water and neutrons to all parts of the land سهل جدا و مباشر وتعالوا ناخد اسئلة تانية ناخد اسئلة تشوز وهديكم فرصة كده دقيقة تفكروا في الاربع اسئلة دول يلا يا شاباب يلا بقى البنات الشطرة تحل معنا يلا يلا يا شاباب يلا فكروا في الاربع اسئلة دول أنا مش هساعدكم وبعدين هحلهم معكم يلا نرجع تاني بقى أول سؤال بيقول لي to see components of blood of blood cells we need بص إحنا علشان نشوف الأجزاء الصغيرة اللي في جسمنا أو كده يعني أو في البلد مثلا ماشي ممكن نستخدم حاجة اسمها مايكروسكوب المايكروسكوب ده هو عبارة عن جهاز صغار جدا بيستخدم علشان تشوف the tiny objects مثلا أنت دكتور فعاوز تحلل الدم بتاع المريض فبتجيب عينة الدم وتشوفها باستخدام باستخدام electronic microscope أو المايكروسكوب عموما ماشي are spores on surface of plant يعني حاجات على سطح البيلانت على الورقة allow gases to move into and out بلانت طبعا استوماتا الاستوماتا هي اللي بتسمح للبيلانت أنه هو إيه أنه هو يعمل تبديل للجازس أنه يدخل الغاز ده ويخرج الغاز ده استوماتا وقعت نسأل النقطة دي setable habitat of microorganisms to survive هل المايكرو أرجانزم بتحب cold area يعني cold water ولا hot water طبعا المايكرو أرجانزم بتحب cold لأنها لما بتكون warm بتسيب المكان وتمشي يعني لما بتكون warm الماء دافية هي ما بتبقاش مبسوطة بتسيب المكان وتمشي فهي بتحب الايه بتحب cold water example على جاز مين في دول يعتبر جاز chocolate rook pencil oxygen طبعا الoxygen الoxygen يعتبر ايه يعتبر من الغازات او من gases سؤال تاني مهم بيقول ايه بيقول ركزي يلا ركزي بقى في اللي جاي ده عشان تبقي اشتر واحدة ان شاء الله ان شاء الله البنات كلهم يقفلوا والولاد كلهم يقفلوا بإذن الله pine tree apple tree house flies house flies اللي هي دبانة بتاعت المنزل يعني والا grass مين الكلمة الغريبة في دول ايه الودورد كلمة اودورد يعني الكلمة الغريبة اللي هي مفروض ما تبقاش موجودة مين هنا طبعا هنا ممكن نستخدم على فكرة يعني مثلا pine tree دي شجرة دي producer شجرة والapple tree برضو شجر الله طب والhouse fly الhouse fly دي consumer دبانة بتروح تتغزى على اي حاجة او كده الو grass تعتبر برضو شجر او plant يعني فدي plant ودي plant ودي plant كلهم نباتات مع عدل الاستاذة دي الايه هي اللي مش plant نعتبر ان دي هي الايه الودورد وبنكتبها بقى يعني منطلع دي ونكتبها ماشي تعالوا بقى ناخد سؤال تاني واسئلة كلها خطيرة ومهمة جدا 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 الناس كتير او ما مش شافتش الاسئلة دي قبل كده دي لسه زمالكم وبتحنينها بالمناسبة هيكون في لايف تاني الساعة تمانية ل اتمنى تحضروه سانيا الناس اللي آآ ما بعتت ليش على الواتساب آآ دي ارقام الواتساب الرقمين دول على الواتساب دي ارقامي ممكن ان انت لو حابب تتابع بقى عشان احنا خلاص هناخد الاجازة عشان تابع الترمي التاني آآ برضو وتجي لك الفيديوهات انا عامل خدمة اسمها واتساب الخدمة دي آآ على الارقام اللي هي قدامكم والخدمة دي ببعت الرسائل فيها الفيديوهات والشرح ولما يكون في لايف وكده على الرقمين دول فممكن تبقى تخلى الرقمين دول معاك بعتلي على اي رقم منهم يعني من اول كي جي وان لحد تالتة سنوية او لحد تانية سنوية آآ قول لي بس انا عاوز تابع المراحل ايه يعني عشان ايه مايفودكوش حاجة يلا بقى انا نتري نحل فينس آآ شوكلت او كوكونات سيدس فيزيكال اتشينج ايه الارضية السيراميك يعني البالات الي في الارض ماشي البالات الي와 في المادة اللي عندنا طيب تعالح الفين احنا كان عندنا حاجة اسمها او الجهاز المسؤول عن الدم فكان في حاجة اسمها ودي انا عاوز اشرحها وحاجة اسمها يعني محتاجة اشرح الجزائية بتاعت الفين والأرتري فين الفين وفين والأرتري وفين الكلام دة دول موجودين في حاجة اسمها يعني خليني كده للحزة كده اشرح لكم بس الجزئية دي. دقيقة بالزبط بس كده الادام بيدن. حسكت دقيقة كده تبصوا بس على الرسمة دي. الجهاز اللي قدامكو ده هو جهاز السيركولاتوري سيستم. ده جهاز مسؤول عن حركة البلد جوه الجسم. مسؤول عن ايه؟ حركة البلد جوه الجسم. ولو تاخد بالك هو بيتكون من هارت من القلب عشان لو جالك في الامتحان قالك هو الهارت ده تفع ايه؟ تقول له سيركولاتوري سيستم. هو بلد فيسلز. بتمشي بقى الدم بيمشي جوه جوه الجسم كله. طب الدم اللي في جسمنا في منه دم بيكون مليان اكسوجين ودم مليان كربون داكسايد. احنا عاوزين الدم اللي مليان اكسوجين واللي مليان كربون داكسايد ده بيروح يتنقى يعني يحصل له عملية تنقية ويرجع لأكسوجين تاني. بص بس الملحوزتين دول. في جوه جسمنا حاجة اسمها وحتى اسمها فين. الارتري واللفن. الارتري اللي هي ايه؟ الارتري اللي هي ايه؟ كاري بلد ذات ريتش واذ اكسوجين and neutrons. لابقى الارتري ده بيشيل ايه؟ الارتري بيكون غاني الارتري بيكون غاني بيه الاكسوجين ماشي الارتري بيكون غاني او مليان اكسوجين and the neutrons والفينس دي بيكون مليانة كاربون داكسايد فانا بس كل ده بشرحلك ان الفينس اللي هي العروق العادية مليانة داما مليان كاربون داكسايد افتكر بس ان الفينس دي كاربون داكسايد وان الارتري اكسوجين فهنا نختار الفين بقى floating on water carry blood او carry carbon dioxide gas from body to heart دي الاجابة الصحة دي بتنتقل عن طريق الماء floating on water واحنا شرحنا على فكرة في اللايف بتاعة مبارح مبارح كان فيه لايف مهم جدا ياريت ترجع تشوفه على القناة تاني كنا شرحنا ان ايه ان فيه انواع لترانسفير ليه السيتس منها ليه floating on water physical change the change of matter in which usually reversible يعني ايه بيبقى تغيير في الماتر دايما بيكون ايه بيكون reversible يعني ينفع ان انا بعد ما عملت التغيير دا يرجع تاني يعني مثلا لما يكون عندي ورقة مثلا وقطعتها الورقة دي كده لما قطعتها دا chemical change ولا physical change دا physical change ليه بنعتبره physical change لان هو change in shape only تغيير في الشكل بس ما حصلش تغيير في ال structure ceramic tiles دا طبعا ايه build roofs or foam in cold water او cold weather يعني مستقر من السراميك عشان نعمل الايه ال roofs الايه السطح بتاع الايه بتاع المبنى طيب دا كده الامتحان دا واقع امتحان سهل يعني تعالوا ابص كده سريعا هل في امتحان تاني ممكن احله معاكم انا بحب دايما في الليلة الامتحان انا احل اسئلة جات لزا ما يلكو اراد يعني فيه النهاردة live ict برضو الساعة تمانية مهم جدا امتحالي ما عنديش امتحانات تاني النهاردة لا والله عندي امتحان جميلة لا هو دا نفس الامتحان اللي احنا كنا لسه منحله لغادي طيب خلينا اجيب لكم اسئلة متنوعة كده من عندي انا ثواني يا شباب انجهزوا بقى عشان اديكم اسئلة مهمة ممكن افتح ممكن افتح التليجرام عشان تجاوبوا معايا بصوا الاربع اسئلة دول ماشي ولو سمحتوا نركز كده عشان الاسئلة دي مهمة جدا يا جماعة اسئلة تلاتة الامتحان دي اسئلة ما بيخرجش من الامتحان ان شاء الله اول سؤال يلا دي قبل زبط هفتح جروب التليجرام كده عشان ايه اللي عاوز ان هو يحل معايا جروب التليجرام ده موجود في الديسكريبشن موجود في وصف الفيديو في جروب قبل لينك كده للتليجرام اشترك معانا على التليجرام لان التليجرام هو اهم حاجة الوقتي ان احنا بنتواصل فيه مع بعض يعني لما بيكون مثلا فيه لايف فيه حاجة كده اول سؤال بيقولي ايه اول سؤال بيقولي ان من اليونتس اللي بنستخدمها علشان نحسب الماس طبعا يا جماعة الميجرنج يونت دي حاجة مهمة جدا وانا ممكن اشرحه لكم بسرعة سريعا كده اشرح لكم الميجرنج يونتس الميجرنج يونتس يعني وحدات القياس وكل حاجة ليها الميجرنج يونت بتاعتها ويه اصلا ميجرنج يونت وмеجرنج تول measuring unit هي الوحدة اللي انت بتعبر بيها يعني انت مثلا روح تشتريت لبن بالليتر روح تشتريت دهب بالجرام مثلا فاهم فدي unit انت بتعبر بيها عن عن الحاجة وطبعهم فيه tools فيه ادوات بتستخدمها يعني مثلا فيه ruler عشان نحسب length فيه مثلا balance عشان نحسب البلانس عشان نحسب الماس فخليني كده اجيب لك التولس اللي احنا بنستخدمها علشان نحسب المواد المختلفة بصوا كده على الجدول ده لانه جدول مهم جدا بصوا الشكل ده بيقول لي هنا ايه ال volume بركزه شباب عشان حد كان طلب مني انه اشرح له الحتة دي بيقول لي ايه انا عاوز احسب volume استخدم ايه استخدم measuring cup ده بيكون كده كوباية كده عليها ارقام عاوز احسب length لو كان length طويل بنستخدم tape measure طيب لو لانس مثلا صغير بنستخدم ruler ماشي طيب الماس دي بنستخدم لها ايه الميزان التمبريتشر لثيرمومتر كل دي تعتبر ايه كل دي تعتبر tools ادوات كل دي تعتبر ايه تعتبر tools او ايه او ادوات ماشي طيب حلوة قوي نرجع تاني يبقى اول واحدة دي هنستخدم ايه الماس حسبنا ماس بقى بنعبر عنه بايه بكيلو جرام feed on remain of dead organisms بتتغذى على الريمين تتغذى على البقايا طبعا ديكمبوزر واحنا شرحنا النهاردة في اللايف ده مهم جدا شرحنا ان الديكمبوزر ده شيء مهم لانه هو بيرجع تاني النيوترينس للارض ice and water are particles of ice والwater يعتبروا same substance ولا different substance بص يا كنزي تعتبر same substance ماهو المية والتلج شيء واحد اللي اختلاف في ايه الاختلاف بس في الstate لان احنا قلنا قبل كده ان احنا عندنا three states عندنا ثلاث حالات في solid state وliquid state وجاز state فالووتر تعتبر solid الووتر تعتبر ايه تعتبر solid و صورينا اسف الice هو اللي اعتبر solid ماشي والووتر تعتبر liquid gas which is produced from photosynthesis process هنا هو بيقول لي produced بينتج طبعا الاوكسجين هو اللي اللي بيتم ايه اللي بيتم انتاجه او افكار كتير افكار كتير افكار كتير او يعني انا نفسي معاكم لحد ما نخلص كل الأسئلة كلها بس أنا يعني حاولت أن أنا أعرض لكم امتحانين اللايف ده فيه امتحانين مهمين يا جماعة ارجعوا تاني شوفوهم واللي امتحانين دهو المهمين جدا هنتقابل إن شاء الله في الساعة 8 للإي سي تي للناس اللي هي مش تحضر الإي سي تي أو الناس اللي هي هتخلص امتحاناتها أنا كنت مبسوط جدا معاكم الترمدة وحاولت على قد ما أقدر أن أنا أساعدكم في المذاكرة وأساعدكم في أن أنتوا تكونوا أشتر ناس طبعا أنا كنت مبسوط معاكم الترمدة ومتأكد أن تعبنا إن شاء الله مش هيروح على الفاضي وأن أنتوا هتكونوا أشتر ناس في الدنيا أعمل إيه مثل الوقتي تحل ملزامة وتتفرج على اللايف التعالي النهاردة واللايفات اللي فاتت في القناة وإن شاء الله الامتحانات هيجي سهلة جدا زي ما أنتوا شايفين الامتحانات بتيجي سهلة يعني الأسئلة في الامتحانات بتيجي أسهل مما تتخيلوا أهم حاجة بكرة بس تكتب اسمك كويس وتبقى قاعد مركز كده وقاعد شاطر وإن شاء الله تكونوا شاطرين بشكركم هتوحشوني جدا للترمي التاني أنا طبعا نفسي أعود معاكم لايف طول العمر بس نعمل إيه عندي زماليكو لسه في جريت فور وزماليكو الصغيرين محتاجين إن هم يعني يذكروا بردو كنت ممسوط معاكم على مدار الفيديوهات اللي فاتت دي خلصت للي عاوز إن هما يخرج وعلى فكرة فيه لايف تاني الساعة تمانيين فإن شاء الله تكونوا يعني أشتر الناس نصيحة شوفوا اللايفات اللي فاتت اللايفات اللي فاتت احنا عملنا أربع لايفات وعملنا حاجات كتير جدا قلب كده فيه الليست بتاعت سنة خمسة هتبقوا أشتر ناس إن شاء الله وكلكم هتقفلوا التطميم ده هنيجي سهل جدا 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 وكلكم إن شاء الله هتكونوا أحسن ناس النهاردة شرحنا جزء مهم إمبارح كنا بنشرح جزء مهم جدا برضو تقدر ترجع له اللي هو بتاع اللايفة إمبارح وتشوف اللايفات اللي فاتت ماشي يا شباب أنا خلصت اللي عاوز اللي هو يخرج ونتقابل تاني الساعة 8 إن شاء الله واللي منكم مش هيكون موجود معنا الساعة 8 ابعتلي علوات سبب هتلاقي أرقامي على الملزمة ابعتلي وقول لي بس عاوز تابع سنة كام من أول كجيوان لحد تلين سنوين شوفكم على خير إن شاء الله باي باي يا شباب مع السلامة باي باي يا أحمد ومحمد يا حلمي انت قلت قعدتلي كتير وإياد ومحمد منورين يا شباب أهلا بيكم شوفكم على خير باي باي أحمد يا شباب